شوف العلقاتهم الشيء بشيء يذكر بعد الجولة التاسعة الموسم الماضي كان الأول والثاني الهلال والأهلي 22 نقطة و19 نقطة شوف اللي يوريك حجم التعثر اللي وصله الأهلي انك انت اليوم بعد الجولة التاسعة انت في المركز الثامن عندك 11 نقطة البعض يرى الأهلي عاد بعد المبارتين الأخيرة ويتحملونا شوي جمهور الأهلي لا الأهلي ما عاد الأهلي في مباراة الأخيرة أمام الطائي يعني أنا اعتبرها فوز بشق الأنفس وسوء طالع أمام مهاجمين الطائي كان قاب قوسين أو أدنى من التعادل من الفرص اللي جاءتها الطائي ما وفق فيها فبالتالي حجم الفرص والخطورة دائما نقول احنا دائما يكون ميزاننا المستوى وليس النتيجة لأن المستوى هو اللي يعطيك المبشرات أو خلنا نقول تطلعاتك ايش هيكون الفريق في الجولات القادمة لا زال الأهلي قابل الاتفاق في الجولة قبل الماضية ما كان بشكل جيد مار في ظروف إدارية وتغيير مدرب وأمور ما نبخص الأهلي حقه ولكن احنا اليوم نتكلم عن الأهلي البطل الأهلي اللي لا اسمها لا قيمتها في الملعب لا لم يعد تجي في المقابل للهلال هذه ضريبة الفرق اللي تنافس على كل البطولات تمر في محطات لازم تتجاوزها يعني انت اليوم تتكلم عن هلالي بغي نافس على البطولات المحلية رايح نهائي كاس آسيا في المقابل كمية لاعبين ما شاء الله في المنتخب مشاركات لها على مستوى عالي وإصابات فكل ما يقول كل ما قلت هانا الجدع من جديد كل ما قلت فرحوا الهلاليين بعودة سالم وياسر رجعت إصابات من جديد مثل ما تفضل أبو فيصل يمكن بغض النظر عن اللاعب اللي راحت للأولمبي أنا أشوف أكبر خطر يواجه الهلال هو غياب كيم اللاعب الكوري أعتقد يشكل ثقل كبير في خط دفاع الهلال هو اللي ممكن يؤثر الغياب شوف ناصر الدوسري صراحة قاعد يقدم مباراتي كويسة ممكن يكون في المراحل القادمة ظالة الهلال كبدير رئيسي لياسر الشهراني قاعد يمقدم نفسه بصورة مختلفة إحنا دائما نسلط الضوء على الأساسي وما نشوف قيمة اللاعب واللي قاعد يقدم صراحة ناصر كأنه وعودته والقيمة الفنية والتصاعد المستوى اللي قاعد يقدمه مع المنتخب ومع الهلال مريقة نوعا ما لأنه أحد أهم المؤثرين من الأجانب اللي موجودين ممكن يعني يكون فيه تأثير له بس الحاجة الوحيدة اللي فعلا ممكن تأثر عليه هل هو غياب كيم أضف لها أنه الكليسيكو دائما بغض النظر على المستوىات أو الظروف دائما يرمي بظلالة إلى حالات مختلفة تماما الأهلي اليوم نقول مش في مستوى لكن المباراة على ملعبة ممكن اللعيبة تدخلك بحماس وبقوة مختلفة تشوف الأهلي مختلف تماما الجميل أننا اليوم دائما صراحة الكليسيكو اللي نشوفها في الكرة السعودية على مستوى عالي جدا نتمنى نشوفها مباراة خلنا نقول على قيمة تليق باسم الفريقين فاصل قصير بعد هنا أعود اشتركوا في القناة